حبايب حكاياتي ورواياتي وحشتوني اوي 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 النهاردة هنتكلم عن قصة كلك عارفينها قصة بقى حب للبنات الصغيرة والحاجات دي واللي عايشين حالة عشق والكلام ده كله قصة عنطر وعبلة انا بدايق قوي لما يكون قصة تاريخية وكل الناس عارفاها وحباها ويتناولوها دراميا بقى عشان يعملوها فيلم او اي حاجة ويلعبوا في النص بتاعها او يغيروا في الاساسيات بتاعة القصة انا بدايق او من الحكاية دي وعشان كده اخترت النهاردة ان احنا نحكي قصة عنطر وعبلة كان يا مكان يا سعدي يا اكرم يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه افضل الصلاة والسلام زبيبة اللي هي ام عنطر كانت من ضمن قبيلة من القبائل صدت عليها او جرت عليها قبيلة اخرى وخدوها من ضمن السباية او الجواري اللي خدوهم طبعا هي مكتش جارية ابدا هي كانت عادية خالص بس لما خدوها القبيلة التانية وصدتوا عليهم خدوها كجارية روحت خدها سيد القبيلة سيد قبيلة بني عبس وخلف منها من عنطر يتشال اقدار ان عنطر يطلع اسود اللون جدا وكمان ابن اما او ابن جارية وده صعب جدا ان هو يعترف بيه سيد القبيلة ان دون ابنه لان هو اسود اللون كالعبيد وكمان امه اما او جارية قاعد عنطر طول حياته يحاول مع والده ان هو يعترف بيه كان بيعترف بيه ابنه وبينه بس ولكن ما كانش يرفضه يعترف بيه ابدا قدام القوم والده وخصوصا ان عنطر طلع مفتول العضلات وقوي جدا ما شاء الله وكان بيقول ما شاء الله باعتبار العادة يعني كان هو اللي بيدافع عن القبيلة وحام الديار وعنده قوة باقيه سامة بيقوله في الوقت ده خارقة يعني هو تقريبا اقوى حد في القبائل المجورة كلها وكان هو بالنسبة او مقارنة بباقي القبائل هو اللي حام تياره من حياة كثيرة ايه وحشة بتحصل وخصوصا لما كان السياد القبيلة بيخرجهم في رحلات تجارة او غيره وكان هو بيبقى موجود بيحصل سطوة على القبيلة كان بيدافع عنها جدا وكانوا بيعملوا له احتفالات كبيرة ويحتفلوا بيه ويحتفوا بيه والكل يتملق له علشان يبقى بس صديق عن طريق ورغم كل ده برضو والده كان بيرفض تماما ان هو يعترف بيه حب عبله اللي هي بنت عمه هي فعليا بنت عمه ولكن عمه طبعا لان ابوه مش معترف بيه هو كمان يقول له لازم ابوك يعترف بك الاول علشان اجوزك بنتي دي حاجة تاني حاجة انت بالنسبة للناس كلها اسود اللون كالعبيد ومعندكش اي حاجة عشان اجوزك بنتي دي غير ان هو من حبه في عبله كان مجنون كان بيخرج وراء عبله في كل مكان تبقى موجود فيه لحد ما الناس سمته عبد عبله هو ما كانش عبد فعلا لعبله ولا حاجة هو كان ملازم ليها في كل مكان تروحه علشان كان خايف عليها اللي هو زي ما تقول بيحميها في كل مكان بتروحه وكان بيتغنى فيها باحلى الاشعار لدرجة ان كل البنات كانوا بيحسدوها وبيحكدوا عليها من حب عنطر وتغني باحلى الاشعار فيها وده طبعا كارسة عند العرب زمان ازاي تتغنى بالشعر في عبله او في بنت من بناتنا زي ما زمان كده كنا نعرف زمان قوي يعني بالفلاحين والصعيد انك شفت العروس يبقى ما تتجوزهاش ما ينفعش تخطبها طالما شفتها دي عيبة فبالك بقى انه كان بيتغنى باشعار مئات الابيات والاف الابيات في عبله وكان بيعقوبها في كل مكان وبعدين راح لابوها في الاخر قال له انا عايز اتجوز عبله باي شكل فابوها عشان يخلص منه عشان عايز اقول لكم ان ابوها وفوها تفقوا بالفعل انهم يخلصوا منه ويقتلوه لانه هو بالنسبة لهم كده عمل عار انه يتغنى بالشعر في عبله دي كارسة كبيرة وقال له طب اتزوجها عشان يخلصوا منه قال له انا عايز ماءة من النوق العصفير يعني ايه نوق عصفير نوق دي اللي هي جمع نواقه وعصفير دي سبحان الله اللي هي اغلى انواع الجمال اللي كان بيمتلكها في الوقت ده بيمتلك سروة عظيمة ما حصلتش فعشان طبعا تعجيزي قال له انا عايز ماءة من النوق العصفير 100 فطبعا طلع في رحلة كلها اهوال بقى طبعا لو تكلمنا فيها هنتكلم فيها ايام وليالي وفعلا راح العراق ويه بقصة كده صغيرة عارف واحد من العراق وكان من اسياد القوم برضو بس كان شرير وكان بيص برضو على خبائل اخرى وكان بيحصل على المال بطرق غير شرعي استخدم عنطر بقوته المعهودة واللي كان بالنسبة له خارقة وممكن يستفيد منها ان هو فعلا يحصله على اموال طائلة وبالفعل في مدة انا مش فكرة صراحة هي مدة ايه استطاع عنطر ان هو يجيب الماءة نوع محملة بقى بدهب ويقوت ومرجان احمدك يا رب حاجات كتير جدا جدا وصار وطائلة سبحان الله ورجع بيها عنطر على القبيلة بتاعته قبيلة بني عبس ابشيروا يا بني عبس عنطر رجع بخيرات وهيتجوز عبلة عبلة في الوقت ده ابوها ضغط عليها ان هي تتجوز مين او هتتخطب لمين لعمارة عمارة جيه في القصة بتاعتنا او في الفيلم اللي تعمل ان هو بقى رجل تافه وهات العتر يا ولد والحاجات دي غلط جدا يا جماعة كان مشهور عن عمارة ان هو حسن الوجه جدا يعني جميل الهيئة كان لكل البنات وكل السرق كانوا بيتمنوه وهو ما كانش بيتمنى برضو فعليا غير عبلة وكان هو عنده كمان من الصروة والوجاها ما تمكنه من زواجه من عبلة وبالفعل اتخطبت له عبلة بدموع عينها انا عايز اقول لكم ان عبلة كانت بتبادل عنطر ساعات كتير او يا جماعة انت يعني اللي جرب ان هو يحب من بناتنا او من الناس اللي عندهم قصص حب بقى او حاجات من دي اقول لك انا حبيت حبه لي عبلة من كتر حب عنطر لها هي كمان حبيته وهي قبل ما يمشى عنطر علشان يروح يجيب المئة نقعة صفير قاعت له هاستناك ولو الدهر كله هتستناهي العمر كله يعني فهو راجع على الوعب ولما رجع لقاها مخطوبة لعمارة وهما كمان محددين وهيقيموا الافراح للزواج طبعا هام على وجهه وساب المأة نوك بما فيهم بقى اليهوت والمرجان والحاجات الفضيع اللي هو جايبها وهام على وجهه ومشي وسب لهم كل حاجة كل حاجة سابها وطلع ايه للجبال قاعد لوحده والكلام ده كله شايبوب يا جماعة اللي برضو في الحكاية شايبوب ده كان اخوه من الام ما كانش صاحبه وما كانش كده يعني الديل بتاعه زائف ما بيقوله لا ده كان اخوه من الام وكان بيحبه حبه فظيع جدا لدرجة انه كمان اتعقد من كتر حبه لعبله وكان قاله انا مش هسق في اي سيدي ابدا ابدا ومش هجرب الحب ابدا ابدا وفي الاخر انت كلكم استنيين الحكاية انا عايز اقول ان في بعض المراجع قالت انه فعلا تزوجها والبعض الاخر قالك لم يتزوجها بس احنا ناخد الحاجات الحلة من الحباء والحاجة اللي احنا لما زاجنا منها انه تزوجها يا جماعة بالفعل وتزوجها بعد ما هي رفضت تزوجها من عمارة واصرت وحاجات من دي حصلت تتر قوي وفي النهاية ابوه اعترب به بالفعل وزفه عبله اليه وتوتا توتا خلصت الحدوتا ودي انا كده فشت غليلي في كل اللي غلطه في قصة عنطر وعب سلام عليكم حبابي